مجدداً غارة جوية تستهدف الجيش الوطني من قبل قوات التحالف العربي أكثر من ثلاثين قتيلاً من أفراد رواء حرس الحدود في مديرية اليتمى وبرط العنان بالجوف سقطوا ضحايا الغارة ليست الضربة الأولى فقد سبقتها عشرات الضربة غادة عسكريون وكتائب وأفراد يذهبون ضحايا نيران التحالف منذ الجريمة الأولى التي سقط فيها ما يقارب مئة جندي بينهم اثنان من القيادات العسكرية الكبيرة في غارات جنتها مقاتلات التحالف على مقر القيادة العامة لمعسكر العبر في حضر موت يوليو 2015 ليتوالى بعد ذلك مسلسل استهداف القيادات والأفراد العسكريين من بينهم استهداف العميد الحاوري والدكتور عابد وعدد غير قليل من الجنود في مديرية نهم شرق العاصمة صمعه يرى الكثير من المتابعين أن هناك محاولة لإهلاك الجيش اليمني عبر استهداف مواقعه في العديد من المناطق يقول بعض المحتجين أن التحالف يهدف من خلال هذه الضربات إلى منع تحقيق أي نصر يذكر في المناطق غير المرغوب بتحريرها يقول أحد المتابعين لهذه العمليات لم أجد من تفسير لقيام مقاتلات التحالف العربي باستهداف مواقع الجيش الوطني في تعز سوى رفض الجيش السماح بظهور ميليشيات سلفية على طريقة جند الشام وجيش الفتح والحزام الأمني كما هي عادة تلك الدول يتساءل مراقبون إذا كانت مناطق وجود وسيطرة الحوث معروفة فلماذا يذهب الطيران لقصف الجيش الوطني في مواقعه عادة ما يقول فريق تقييم حوادث غارات التحالف إن تقاريره تصدر بعد جهود من التحري وتقص الحقائق والمعلومات للوصول إلى النتيجة النهائية لكن لا نتائج حقيقية تكشف أمام الناس ولا أحد يدري ماذا بعد إجراءات تقييم الحوادث ولا مصير الضحايا وأسرهم اشتركوا في القناة